بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعن الله الرحمن الرحيم مع كنز جديد عظيم من كنوز السنة لأعلمه أكثر الناس كنت قلت لحضراتكم قبل ذلك عن الفضل العظيم لصلاة أربع ركعات حين تزول الشمس حين تزول الشمس من كبل السماء بمعنى حين يؤذن لصلاة الظهر وقبل الإقامة وقلت لحضراتكم في الحديث الصحيح من حديث أبا أيوب الأنصاري رجال عنه قال يا رسول الله راك أدمنت أربع ركعات حين تزول الشمس قال له نعم إن أبواب السماء تفتح حين زوال الشمس أو حين تزول الشمس فترتج فلا تغلق حتى يصلى الظهر وأحب أن يرفع لي عمل صالح في هذا الوقت قال أذلك أنك تقرأ في هند كلهم يا رسول الله قال نعم يعني يقرأ فيهم كلهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأربع ركعات دول بعد الفتحة صورة وما كانش ما فيه تشاهد أوسط فأنت لو قرأت القرآن بعد الفتحة في الأربع ركعات ما بقاش فيه تشاهد أوسط ويقول إذا الأربع ركعات دول حيكونوا بتسليمة واحدة زي الأربع ركعات دول حيكونوا بتسليمة واحدة زي الأربع ركعات دول حيكونوا بعد ساعة العشاء بتطول فيهم شوية وبرضو بتقرأ القرآن بعد الفتحة في الأربع ركعات وما بقاش فيه تشاهد أوسط هو تشاهد واحد بس وبتعدل ليلة القدر لو تركوا الاربع ركعات اللوم بعد العشاء بيعدلوا ليلة القدر لو طولت فيهم شوية واستحضرت النية وقرأت القرآن بعد الفتحة وقرأت القرآن بعد الفتحة وخشعت وتقرأ قرآن بعد الفتح في الاربع ركعات وما فيش تشاوض أوسط فبرضو الاربع دول في وقت الزوال في منتصف النهار حين تزول الشمس أو ترتفع عن كبد السماء فالأعباب السماء بتفتح فالاربع ركعات دول لهم ثباب عظيم جدا لو صلوا كما كان يصليهم أو الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي؟ إذا ملتوا لحضراتكم دلوقتي وقلت لكم قبل كده أنه جاء في الحديث أيضا أنه قال أربع ركعات بين حين تزول الشمس تعدلوا صلاة الصحر يعني تعدلوا الصلاة في الصلس الأخير من الليل وده صاحب عظيم جدا الأعظم من ذلك تلعطوا على حديث عظيم جدا راه أبو الشيخ رحمه الله من حديث حزافة بن ليمان عن طووس طووس ده من كبار التبعين عن طووس عن حزافة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربع ركعات حين تزول الشمس من صلى أربع ركعات حين تزول الشمس أو عند الزوال عدلت إحياء عدلت إحياء ليلة عدلت إحياء ليلة في شهر حرام في يوم حرام من صلى أربع ركعات حين تزول الشمس عدلت إحياء ليلة في شهر حرام في يوم الحرام يعني الكلام ده يعني الاربع ركعات دول يسوي قيام ليلة كاملة في قيام ليلة كاملة في شهر من الأشهر الحرم كأنك قمت ليلة كاملة في شهر زي رجب أو شهر زي القيادة أو زي الحجة أو محرم وتعرفين أن في الأشهر الحرم الثواب يتضعف أضعفا كثيرا فكتب ليلة كاملة وليس في شهر عادي في شهر الحرم لأن شهر الأشهر الحرم يتضعف فيها الثواب ضعفا كثيرا فلاليت كل واحد والمرأة كان رجل تماما تصلي في بيتها أربع ركعات عبدالله بن مسعود كان يصلي تمانية وكان يقول هذه الصلاة تعديل صلاة الصحر أو تعديل الصلاة التهجد أربعة أربعة ما صليش اتنين اتنين تصلي الأربع ركعات تقرأ قرآن بعد الفتحة في الأربع ركعات ما فيش تشهد أوسط تشهد واحد بس في الآخر بعد ما تخلص الأربعة تصلي أربعة تانين لو لقيته عندك قدرة وعندك ساعة من الوقت تصلي أربعة كمان اتنشر ليه؟ لأن الصلاة هذه تقعد للوقت الصحر يعني في وقت التهجد في الصلاة ايضا فإن أنت صليت 8 في السورة الساخير من لي. صليت 12 في السورة الساخير من لي. وحبنا لك على الأقل قصر عظيم من الذهب الخالص. كنت قلت الحضرات لكم قبل ذلك أن 4 ركعات السرطة الضحى لما تصل على 12 ركعة يقول لك قصروا من الذهب الخالص. وال12 ركعة اللهم في وقت الزوال أعظم من وقت السرطة الضحى. لأن علماء قالوا السماء بتفتح في منتصف النهار وتفتح بعد الساعة 12 بالليل. فإن كان يبنى بك على الأقل قصر من الذهب الخالص. وفي عديث ثاني اللي بيصلي أربعة ضحى وأربعة بين الثاني الزهر والقمة يبنى له قصر برضه. فسواب عظيم جدا. فال4 ركعات الدول تعدل إحياء ليلة كاملة في يوم الحرام في شهر الحرام. فطبعا يكتب لك قيام ليلة. فلو صليت الثمانية بس استحضر للنية دي. من عمل عمل أن يحتسب أرجاه عند الله فهو حزبة الله عند الله. فهو استحضر استحضر ان انت تكتب لك قيام ليلة بحالها بسرطة أربع ركعات. بالطريقة اللي احنا قلناها دي. تقرأ بعد الفاتحة قرآنا في الأربع ركعات. ما فيش تشاهد أوسط. تشاهد واحد بس في الآخر. وحاول انت بس أن تطور فيهم شوية. ومهم شيء استحضر النية. استحضر النية أن الأربع ركعات دول أنا بصليهم. عشان تعديل صلاة التهجد. عشان أخذ بيوم قيام ليلة كاملة في شهر حرام. أو في ليلة حرام. فاستحضر النية مهمة جدا. فأنا قلت لكم الحديث. أو الحديث ديت في الوصف. انسخوا ونشروا ونشروا هذا العلم في طوابنا عظيمة. العالم العلم هل تفعل لهو أجر معاما بيوم القيامة. وشوش تفعيل الجرس واشرق. فهنا لا أسألكم كل جديد. وسعادون عشان صورة التنوية. كل قولي هذا. استغفر الله لي ولكم.